أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بعد أولا أهنئ نفسي والأمة التشادية بهذا الفوز والنجاح الذي حققته دولة شاد في هذه المسابقة مسابقة رواندا الدولية للقرآن الكريم التي أقيمت في العاصمة كيغالي بمشاركتنا المتواضعة في هذه المسابقة أشكر الله سبحانه وتعالى على هذا التوفيق والسدات ثم أشكر إدارة شؤون القرآن الكريم بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية التي تبذل جهودا جبارة في خدمة القرآن الكريم وأهله هذه الإدارة الممثلة في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تقيم المسابقات التي من خلالها يتم اختيار المتسابقين الذين يمثلون شاد في المحافل الدولية فلنا منهم كل الشكر والتقدير والاحترام وأخص بالشكر هنا مشايخنا في لجنة التحكيم الذين يبذلون قصار جهدهم في تحكيم المتسابقين وفرزهم واختيار المتسابقين الذين يرونهم يستطيعون التمثيل أو يرونهم قادرون على تمثيل شاد في المحافل الدولية فنسأل الله يجزيهم عنا وعن المسلمين كل خير على ما يقومون به من جهود كبيرة في هذا المجال القرآني ولا أنسى أن أشكر كذلك الإخوة في الإعلام الذين دائما حرصون على تنسيق مثل هذه الأحداث وبثها أو نشرها للمجتمع حتى يعرف الناس مكانة شاد في مجال القرآن الكريم على مجتوى العالم نحمد الله سبحانه وتعالى أمن علينا بمنى كثيرة في هذا البلد المبارك بلد القرآن ويوميا نحن نتلقى فارس من فرسان هذا البلد الذين حفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى وستصروا وصاروا ينافسون به الآخرين نحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة واليوم نتلقى واحد نتلقى واحدا من هؤلاء الفرسان الذين من الله سبحانه وتعالى عليهم بحفظ كتاب الله وشاركوا في المسابقات الدولية في دولة رواندا مع دول متعددة وبحمد الله سبحانه وتعالى أحرز المقام الثاني هذه نعمة كبيرة وليست مدعا على جات جاتية التي عودت العالم كله بهذا التقدم الكبير ومنذ عشرات السنين جات تأتي إلا في المقام الأول أو الثاني أو الثالث إلا في المراتب العليا لا بشيء آخر وإنما في كتاب الله سبحانه وتعالى وهذا أشرف ما يعتز به الإنسان في هذه الدنيا فنحمد الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الحدى بستانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله زنجلال والإكرام والفضل والطول والمنى للجسام الذي هدانا للإسلام وأسبق علينا جزيل نعمه والطافي الإظام وأفاض علينا من خزائن ملكه أنواعا من الإنعام وكرم الآدميين وفضلهم على غيرهم من الأنام وجعل فيهم قادة يدؤون بأمره إلى دار السلام واشتبى من لطف منهم فاجعلهم من الأماسد والأعلام فطحرهم من أنواع الكدر وودر الآسام وصيرهم بفضله من أولنها والأحلام ووفقهم للدوام على مراقبته ولزوم طاعته على تكرر السنين والأيام واختار من جميعهم حبيبه وخليله وعبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فبين ما أرسل به من أصول الديانات والأحكام والآداب صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبياء والملائكة وآل كل وأدبائهم الكرام صلوات متضائفات دائمات بلا انفصام وبعد أصحاب الفضيل العلماء والدعاة وحفظة كتاب الله الأمهات والأخوات في خصم النساء لحلقة أبد الله بن أباس للعلوم الإسلامية السادة العلاميون جميعكم نلقي إلى حضراتكم تهية مباركة طيبة نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركات أهلا وسهلا بكم في رهاب حلقة أبد الله بن أباس للعلوم الإسلامية إنه من دواي الفره والسرور أن نجتمع اليوم في هذه الساهة المباركة بمسجد جلالة الملد محمد السادس ونحتفل بقدوم هذه الكوكبة الشبابية الدعوية التي قامت بنشر رسالة الإسلام عبر الدروس والمحاضرات والوعز والإرشاد وذلك بضواهي العاصمة الجمينة بناء على سوابت المسلمين وبيضتهم في هذا البلد العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف الإسلامي بين قوسين التريقة التجانية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم إنه ولي ذلك والقادر عليه خير ما نفته به يوما هذا آي من ذكر الله الحكيم وذلك مع الشيخ صاري إدريس محمد رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم أهل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم لا لكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم يا رب أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اقتار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زرعت هروف النور بين شفاههم فتضوعت مسكاً يفيد بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نوراً في الظلام فكان سبحان من وهب الأجور لأهلها وهد القلوب وعلم الإنسان أيها الحقم الكريم رؤساء القوافل الدعوية في هذه الرحلة المباركة هم من حملوا هذه الرسالة على أبتافهم ونقلوها لإقوانهم في القرى مع كلمة رؤساء القوافل يقدمها بالنيابة عنهم الشيق يوسف إسحاق أمر وقفت أمامكم أسالةً عن نفسي ونيابةً عن إخواني الرؤساء البئسات الدعوية بفضل الله تبارك وتعالى ثم بجهود جبارة من مولانا الشيخ صالي محمد رمضان ومن معه من آداء الحلقة قد تهرقنا من مقر الحلقة الأول الكائن بهذه الدجال بمسجد جلالة ملك محمد السادس بفضل الله تبارك وتعالى تهرقنا من هذا المسجد أو من هذا المقر المقر للهلقة هاملين سلاسة أشياء الفقه المالكي والأقد الأشئري والهديث النبوي ومتوجهين إلى القرى المجاورة للآصمة وبفضل الله تبارك وتعالى مكسنا معهم أشرة أيام بصحة وسلام ونشاط وتوفيق من الله تبارك وتعالى وقد درزنا الكتب المقررة في جانب التوهيد ممثل في خريط البهية وكل القوافل وكل الجهات التي وزعت في 28 قرية قد ختموا الكتاب الخريطة البهية وفي الفقه كتاب الإزية قسم الإبادات والبعض منهم وفقوا وأكمل قسم الإبادات والبعض منهم قطعوا شوت كبير في هذا الجانب وفي الأهديث كتاب متصر ابن عبد جمرة بطءا من هديث 101 والبعض منهم وفقوا ووصلوا إلى نهاية الكتاب والبعض منهم قروا خمسين هديثا والبعض منهم ستين هديثا على سب اختلاف القرى وبجهود جبارة من الأمراء أو الرؤساء بإسات أدافه كتب غير كتب المقررة منه من أداف كتاب الأقدري ومنه من أداف حديث الأربعون ومنه من أداف كتاب الأشماوي ومنه من أداف ابن عاشر ومنهم من أداف كتب أخرى من كتب الإسلامية والبعض منهم ختموا والبعض منهم لم يوفقوا على تقدم ولكن قطع شوت كبير هذا كله بفضل الله تبارك وتعالى وبجهود جبارة من مولانا الشيخ صالح محمد رمضان ولذلك إشنا هذه الأيام القليلة مع أهل القرى انتهت هذه الأيام ونانو مشتاقين في مكوس معهم وهم أيضا مشتاقين لمكوس معهم ولكن فجأة الأيام قد انتهت أشرة أيام وإدافة على ذلك ختمات قرآنية لصالح البلد والوطن والمواطنين والأسكار أيضا لمصلحة الوطن والمواطنين ختمات قرآنية حسبنا الله ونقم الوكيل يا لطيف استغفار بأدد كثير الخارجين ذكروها وقاسدين بذلك جلب الأمن والاستقرار في بلادنا وجميع بلاد المسلمين خصوصا الدول المجايرة التي أفادتنا بهذه الأولم التي نتمتع بها ثم أيها جمع الهدود أولا أقول للذين خرجوا في سبيل الله أقول للإخوة الذين خرجوا في سبيل الله في حقهم أقول لهم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم ومرهبا بكم ويقول الله لكم في سورة النصاف حقكم لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أول الدرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين الدرجة وكلا وعد الله الهسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا أظيما درجات من ومغفرة ورحمة وكان الله غافرة رحيمة وأقول للذين لم يخرجوا بأنفسهم ولم يجهدوا غيرهم بسبب أسر أو مرض يقول فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق الذين لم يخرجوا بسبب مرض يقول في حقكم الرسول عليه الصلاة والسلام إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعت واديا إلا كانوا معكم حبصهم المرض وفي رواية حبصهم الأذر وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر وأقول للذين تخلفوا بغير أذر شرعي أقول لهم ربنا يوفقنا في الخروج الآتي نكون من الخارجين وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أمر شيخنا وأن يطول في أمره ويبارك في علمه ويوصي في أرزاقه كما نسأل رمضان رمضان رضي الله عنه لما استنار الله قلبه وجواره وظاهره وباطنه بنور الحق علما وعملا صار لنا الهادي الأول بعد الله ورسوله نشأ في قريته بين آبائه وأجداده طفلا عاقلا بارا نقيا فتعلموا منهم القرآن وجمع أخلاقهم السمحة وأحكم قوائدهم وتهلى بآثار الشامقة منها اللطف والكرم والنزاهة والوفاء ثم ارتهل إلى الطلب فجد واجتهد فتبين فضله واشتهر علمه وعرفت مكانته وظهرت سيادته فأقر الناس بفضله وعزعنوا لعلمه امتهن فحاول النجاح فصبر وتصابر لم تكن إنجازات اليوم التي طارت في ربوء وليدة الصدفة ولكن وراءها مهن وبلايا إنها تذكر بصفحات السعاب التي مرت عليه قبل التسعينيات وبعدها تعسيت بسنة خير الأنام داعيا إلى هج السلام يزينك من الله نور الإيمان وفصيح البيان تحن المحافل والمنابر لكلمك الجواهر كم تزاهمت عليك الهموم وطهنتك الأسقام وبجسمك هل السقام فماذا وارق القلق الرضي والقلب السليم لا يفتر لسانك عن آي الذكر الحكيم وعادت لنا سيرة السلف الأوائل أنت لنا في المهافل بدرا وفي المواهب بدرا وفي المواهب بحرا وفيك لأهل تشاد فقر أظيم وذكر لأصحابه التخليط أطاع خارق ومكرمة إلهية مباشرة لأهل تشاد بكل عذب واحترام نضع فضيلة للقاء كلمته أعزان ساغية وبالله التوفيق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم لك الحمد كل ولك الملك كل ولك الخير كل وإليك يرجع الأمر كل الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على نعمة الإسلام وأشكره على نعمة الإيجاد والإمداد وأستغفره من جميع الزنوب والآسام وأشهد الله إله وأشهد أن سيدنا ونبينا وأستاذنا هو قدوتنا ذي الفضل الأتم والخير الأعم وبعثه ربه بشيرا ونزيرا ودائيا إلى الله بإذنه وصراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الذي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى مناديا للناس جميعا وأيّد رسالته بنزول القرآن الكريم ودعى الناس إلى هذا الخير العميم وبشر وبشر وأنذر وترك هذه الأمة الطيبة الطيبة المباركة التي قال الله سبحانه وتعالى في شأنها كنتم خير أمات أخرجا للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله فجزا الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء هيسو أخرجا الإنسانية من ظلمات الجهل والقفر والإلهاد إلى نور الإيمان ونور السعادة صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه المجاهدين الذين ورسوا هذا الدين وأخذوه بكل أغافره وبلقوا الأمة وبصلوا هذا النوم على أرجاء الجزيرة العربية وما يهيط بها من البلدان وشاء هذا النور الإلهي في جميع أرجاء الدنيا كلها اليوم لا تجد دولة من الدول وإلا تجد فيها مجموعة أو جالية من المسلمين وهذا بفضل المولى سبحانه وتعالى فإن الإسلام وإن لم يحمله الناس وإن لم يحمله الناس إلى أفاق الدنيا فإن الإسلام يزل حيا يجوب كل الفياس وجميع البلدان ويتخطى كل الحواجس ويصل إلى أقصى بلد من بلاد الدنيا وجد هي من أعظم الدول التي نالوا هذا هذا النور الإلهي رضي الله عنهم أجمائين وكل من حمل هذه الرسالة إلى غيره سواء كان حملها على أمتي الدعوة أو حملها على أمتي الإجابة فكل الأمرين إصلاح دعوة إلى إصلاح اللهم جازي كل أهد حمل هذا الدين بلسانه أو بفكره أو بماله أو بإمكاناته أو ببذنه أو أي وسيلة من الوسائل التي يستخدمها الناس إلى غيرهم في نقل هذا الدين وفي نقل هذا الإسلام وفي نقل الشريعة وفي نقل الأخلاق وفي نقل هذه الصماعة رضي الله عنهم أجمعين وبعد إخواني وهي هذا الجمع الوفير والجمع الكريم جئتم في هذا المكان من عجل المصاهمة في رفق راية التوهيد ومن أجل المصاهمة وتدافر العمل الإسلامي في هذا الفضاء وفي هذه الصاهاة الواسعة الله يجازكم خيرا ويرد كل وايد مننا مغفور الزنوب ومقبول عند الله ومرضي عند الله أشكر في هذه الجلسة قلكم جميعا أشكركم وخصوصا الشيط أحمد موسى هارون أدو المجلس الآلى للشيون الإسلامية وهو أدو أدو في حيئة القضاء الشرعي لها لمشاكل الأهوال الشخصية بالنسبة للمسلمين وأشكر أيضا فضيلة الشيط أبد الله أبكر من الكاس أدو المجلس الآلى للشيون الإسلامية وأدو في حيئة القضاء الشرعي بالمجلس الآلى للشيون الإسلامية وأشكر في هذا المكان الشيخ خمزة محمد داود الدائي الكبير الذي بذل جهدا كبيرا في إرشاد المسلمين وفي تدريس المسلمين وفي تعليم المسلمين وفي توجيه المسلمين وكذلك لا أنسى فضيلة الإمام إدريس ماكن أبد الرحمن إمام إمام مسجد الشهداء يهدرنا في هذه الجلسة وأشكر جميع من هضر في هذا المكان وخصوصا رؤساء البيسات والقواشل ومن معهم من الطلاب ومن المسلمين أموما الذين انتلقوا من هذا المكان ومكسوا بعيدا عن الإيان وبعيدا عن التجارة وبعيدا عن الهرف وبعيدا عن كل شيء وما زحب هؤلاء إلا من أجل المساهمة ورفع لواء الدين نسأل الله سبحانه وتعالى اللي يجازيهم خيرا وكذلك أشكر في هذا المكان الإخوة أعداء الحلقة الذين في مدة أشهر طيام ما فتئوا في جلساتهم وفي أفكارهم كيف تسير هذه الجلسة وهذه الاهتفالية وكيف تخرج بطريقة سلسة وبطريقة سمحة زلوا طوال أشرة أيام يدرسون ويفكرون ويخططون إلى ما وصلنا عليه الآن في هذه الجلسة جلستكم هذه الجلسة الطيبة والجلسة البيضاء إخواني في هذه الجلسة هذه الرهلة اختير لها إنوان وهذا الإنوان هو يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كما تعلمون الدنيا نحن نعيشها ونحن جزء من الدنيا والدنيا اليوم قد استطار أمر الفتل والمشاكل والويلات والناس تركوا الدين وتركوا الإسلام ربما بصفة كاملة وهذا لا شك أنه يجلب فتنا ومشاكل يمكن يزوق مرارتها المسلمون وهذا هو الذين راحوا الآن ولذلك في هذه الآية الكريمة اخترت من اللجنة المنزمة لهذه الجلسة الطيبة المباركة التي تشرق بوجوهكم النجرة والجميلة اخترت هذه الآية الكريمة وهذه الآية الكريمة الإمام البغوي له تفسير سماه معالم التنزيل وهو نقل عن صاحبي جليل وهو هزيفة بن اليمن هزيفة هزيفة بن اليمن قال هذه الآية إنما يراد بها السل بالقسر أراد الله في ذلك الإسلام لأن الإسلام به السلام السلام الأقدي هو السلام الشرعي والسلام الأخلاقي والسلام في كل شيء فإذا ما تمسك الناس بالإسلام فإلا الإسلام يقيم الإعجاج ومنه تعطي السلام ولذلك هزيفة بن اليمن قال فيه هذه الآية يراد بها الإسلام وفيه سمانية تعصهم قال الصلاة صحم من الإسلام والزتات صحم من الإسلام والسيام صحم من الإسلام والهج صحم من الإسلام والأمرة صحم من الإسلام والجهاد في سبيل الله صحم من الإسلام والأمر بالمعروف صحم من الإسلام والنحي عن المنكر صحم من الإسلام فمن اهتوى هذه السهام السمانية فقد هزي بكل الإسلام العرج كل واحد يتقبل من دعواتهم مطالبهم ومخاصدهم اليوم ترون الفتن كبيرة مرت علينا أيام وهذه الأيام مات فيها ناس كثير جدا في جاة وفي كامرون وفي نجاريا وناجر بسبب معتقد مشوه بسبب يعملون دينا ليس أخلاقه وليس مبادئه وليس توجهاته من توجهات الدين الإسلام فعد إلى قتل المسلمين بل لذلك يا أخواني الحمد لله يجب علينا أن نشكر الله على نئمة العافية اليوم هذه القوافل التي ابتعست إلى تلك القرى وكانت هذه القوافل أددية كبيرة ذهبت إلى قرى وهذه القرى كثيرة في هذه المرة 316 طالب انتلقوا من هذا المكان إلى 28 قرية وبمدينة أبشار أيضا حلقة أبد الله ابن أباس لها فرع في ولاية دالو الداي انتلق منها مئتان مئتان طالب وداية وكان ذلك بتنزيل من الفرع القناة بقيادة الشيق مصالراته وكذلك وكذلك بولاية جيرا انتلق منها سبعين رجلا سبعين طالبا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وكان ذلك بتنزيل الشيق حارون أحمد مقجي الجملة الجملة في هذه المرة خمسمية ستة وتمانين دائية ذهبوا وأخذوا من وقتهم ومن دمانهم كم أخذوا هذه الأيام كلها أشرة أيام سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل جميع عمالهم بفضل المولى سبحانه وتعالى ولأنت في هذه الجلسة الكريمة أن أشكر جميع القرى التي نالت إعجاب الذين ذهبوا في الدعوة إلى تلك القرى وهي قرية أدري وقرية هلقطن وقرية واددوم وقرية مين أرق و كذلك قرية هلروم وكذلك منطقة كليسم وأيضا قرية مابيريو وقرية ماني قصوم وقرية النوارا وحارة لاماجي وكذلك قرية مرمطوج وقرية مسكينة وقرية الرغيق وقرية 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 دمرمر وقرية أمبوغو وقرية وقرية برمونجو وقرية زعفاية وقرية جلمي وحارة طيبة المعروف بطة البقرة وقرية دقوش قيط وقرية أنجمال كرة وقرية فرش الطير هذه القرى هزيت بهؤلاء القوافل الذين ذهبوا إلى تلك القرى وشاكرين لهم الضيافة الكبيرة التي تلقوها وكذلك نسينا قسبيدة عند أشرة شخص يعني أيضا ذهبوا إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وبهذا يكون 596 وكذلك إخواني لا أنسى في هذه الوقفة أن أشكر جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية هذا المكان وهذا المبنى وهذا الصرح وهذه المنارة الأظيمة التي تنتهى الصعاب هو من فعل جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية فأرجو منكم إذا جئنا في الدعاء أسأل الله سبحانه وتعالى لهذا الملك الصحة وطول الأمر وكذلك للمملكة المغربية وشعب المملكة المغربية الله يحفظها ويحفظ كل ما فيها من كل القيرات وكذلك لا أنسى يعني أن نتوى الله سبحانه وتعالى للأخوات النساء اللائي منذ أمس يقفن يقفن بأرجولهن لإعداد الضيافة لكل الإخوان أسأل الله سبحانه وتعالى أن تدعو لهم بأن يعقل لهم مطالبهم ومقاسدهم وكذلك أسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن أن يجزل القير لكل الإخوة الذين ساهموا في نجاه هذا الأمل وخصوصا الذين بدلوا المال جميع الأفراد الذين شاركوا في هذا العطاء العظيم وجميع فروق حلقات عبد الله بن عباس الذين ساهموا من فروق الحلقات فروق حلقة عبد الله بن عباس الذين ساهموا في هذا أيضا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجل لكم خير وقبل الختام أتأكل الطلاب أتأكل الطلاب ما بقي إلا شهرا ثم أيام يأتي تأتي الفترة التانية للرهلة القبرى وأرجو في ذلك الوقت المدارس ما كان شقال في ذلك الوقت كل المدارس والجامعات وكل الشباب وكل الكبار وجميع الأطفال كل من يريد خيرا لطفله أو لابنه عليها أن يعده من الآن للرهلة الكبيرة التي يخرج فيها مئات إن لم يكن آلاف هذه مهمة جدا مهمة جدا أي إنسان في رهلة الجاي تلعطها المبارك يعد نفسه ويجهز لولده أو لإياله يمشي عشرة أيام وإن شاء الله يكون النفع كبير جدا بإذن الله سبحانه وكذلك نؤلن الدروس دروس الفرو وجميع الدروس الحلقة هنا يوم السبت الجاي يكون بداية الدروس كل الدروس في حلقة عبد الله بن عباس وفروءها ابتداء من يوم السبت القادم إن شاء الله وأرجو أيضا يعني من كل الإخوة أن يعلموا أن الدروس الجمعة بالنسبة للأطفال المسجلين يكون تبتري هذه الدراسة يوم الجمعة القادم أي إنسان سجل طفلة للدروس عن الأطفال اليوم الجمعة يكون يوم الجمعة خلاص يكون البداية هناك في مركز عبد الله بن عباس الثاني في إصاق ساكو أتاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الحفل الكريم قد وصلت سفينتنا إلى بر الأمان نقيم هذه الجلسة المباركة بآية من ذكر الله الحكيم وذلك مع الشيخ أبد الرشيد أبدالعزيس بسم الله الرحمن الرحيم سفين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم تعدون صدق الله العظيم أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار بسم الله الرحمن العظيم تبارك الذي جعل بالسماء يروجه وجعل فيها فراجه وقمر ملي وهو الذي جعل الليل والنار غير بدل من أراد أن يذكر أو أراد شكورا الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعله سميعا ورسولا وهداه أحد السبيلين إما شاكرا وإما كفرا الصلاة والسلام على المذعوث رحمة العالمين سيدنا محمد الخلات هو الخاتم خطح الله به ورحمة ورحمة وخلق أموما وعلى المؤمنين خصوصا الحاتم الذي نبي المحر وعلى آله الذي طحره الله من الزخ والناس واصحابه الذي رأيه في المنش والمقر وعلى من نعض أحدهم إلى يوم يكون كهول بالحمد الرسمي أيها السادة أيها السيدات كل واحد منكم باسمه ورسمه جنزون فرص أحييكم تحية إسلامية محالة على رهي السلام عليكم رحمة الله ورحمة 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 شرفتونا كثرة شرفتونا وقدرتونا ورحمة ورحمة المقام ورحمة ورحمة سبحان وتعالى يتقبل الله وعنكم عزي السيد المواعد الرمهات والأخوات جزاكم الله وخيركم منذ ما بدأنا تأسس عزي المجمه وكانت الافتتاع الرسمي لعزي المجمه كان يوم سبع عشر شهر ستة أم عالفين وطلعت عشر الآن لم تطلق أم حزي المجمه عشر من السماوات ولكن هذه المرة الثالثة كان من قبل سبعتاشر حافزا تخرج بسوطان حافزا في المرحلة الأولى ثم في الثانية اشرين حافظا ولعان ايضا اشرين حافظا الله وذلك فهم من الله سبحان وتعالى ثم بجهود الأهل ولا سيم أن أخصص أسمع القرى قرى تراغو وقرى أبدلاي وقرى نجا ولا سيم إن شاء نهر نرجو حتى كنغ إن شاء نحن معنا في المرقب وكام من أهل فرح إن شاء الله بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوانا إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسولنا الأمين المبعوث ورحمة للعالمين وعلى آله وصحابته الذين قيبون القاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها السادة الكرام أيها السادة العزاء المشايخ جميعا أيها الأمهات أيها المشايخ وأعلى المشايخ المشايخ القرى وأعلى الحلال جميعا وكل واحد على خصب درجاتكم والصامعات عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لقد معنا الله تبارك وتعالى هذه الحلوى علي ابن عبي طالب رضي الله عنه ونحن ونحن اليوم خطرنا هذه الحفلة من المتخرجين العشرين وهذا فطل من الله تبارك وتعالى لأن هذه بكا وكان نقا الشيخ آدم محمور محمد وهو الذي نجا هذه برأة يعني لا لذياء ولا سمعة بل الأمر الخالص بالله تبارك وتعالى نسعد الله تبارك وتعالى هذه الحلوى إلى أن يريس العرب ومن عليها إذن عباب الرسول اللجنة يقدم شكر جميع الخابرين من بعيد ومن غريب من المدن والقرى وجميع من الخادرين يقدم عليهم شكر لأن هذه البلدة كما تكلم شيخ آدم بلد الأشمور خلاوي كثيرا جدا ما نقول شيئا ما من عندي حلوى إلا خرج به من التنية الطلبة بسم الله الرحمن الرحيم لن تنفق حتى تنفق إما تنحب واتنفق شيء إن الله بني عديد سرق الله العظيم أَلَمْ تَرَيْلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا من الكتاب من الكتاب يؤمنون بالجبت والتاغور وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَبَرُوا هَا أُولَئِ أَهَدَى مِنَ الَّذِينَ هَا أُولَئِ أَهَدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلَعَدِ اللَّهُ وَمَنْ يَلَعَدِ اللَّهُ بَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا صدق الله العظيم أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان أكرم بقوم أكرم القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستان زمعت فنوف النور بين شفاههم فتضوعت مسكا يفيض بيانا رفعوا كتاب الله فوق رؤوسهم ليكون نورا في الظلام فكانا يا دار قرآن علوت إلى العلا بجهود قوم ثبت ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين الدعوة إلى الله موسيقى موسيقى موسيقى